الموظف في تونس لا يعمل أكثر من ربع ساعة فقط تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أثارت غضب اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية في البلاد وجدلا واسعا في الأوساط التونسية على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة ويرى مراقبون أن النهضة باتت تعادل كثيرين بسبب خطابها المتضارب اتحاد الشغل كان واضحا في هذا الموضوع اتحاد الشغل لم يفعل إلا أنكشف الوجه الحقيقي لراشد الغنوشي شيخ الأخوان وفضح الوجه المزيف لراشد الغنوشي الذي تحدث بالديموقراطية رئيس البرلمان إنشأنا والمؤسسات هذا هو الوجه الحقيقي واليوم أستطيع أن أقول أن حركة النهضة دخلت في مواجهة مع الجميع بضمها اتحاد الشغل إلى قائمة خصومها الأساسين وبتحملها على الشغالين وعلى اتحاد الشغل كما حملت الهيئة الإدارية التابعة لاتحاد الشغل حركة النهضة المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلاد معتبرة للهيئة تصريحات رئيس الحركة أنها تأتي في إطار محاولاته للتغطية على إخفاق النهضة في الحكم خلال السنوات الأخيرة النهضة تحاول دائما التنصل من مسؤوليتها فيما حل بتونسينا بعد 2011 الأخطر من ذلك أن راشد الغنوشي يستعمل معجما متطرفا حين يهدد الموظفين في الإدارة التونسية بآية قرآنية في غير سياقها عندما يقول ويل المطففين وهو يهدد الموظفين أعتقد أنه هذا توظيف للدين لأجندات خارجة عن السياق واعتبر اتحاد الشغل تصريحات راشد الغنوشي الأخيرة تهجما على العمال في تونس والإساءة لاقتصاد البلاد والاستثمار فيها يوما بعد يوم تزداد دائرة خصوم حركة النهضة توسعا لسيما بعد تصريحات راشد الغنوشي رئيس الحركة بشأن الموظفين والتي أثارت جدلا واسعا على الساحة التونسية وسط اتهامات متجددة للحركة من أطراف سياسية عدة ونقابية بفشلها في إدارة الحكم خاصة بعد ثورة الياسمين ياسر دبابش الغد تونس